يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة يبدو إنها أيام غير سعيدة لفرقنا المصرية في بطولات أفريقية أمس خسر النادي الأهلي كأس السوبة الأفريقية واليوم واليوم نادي الزمالك هذا التاريخ العظيم الكبير يخسر من فريق متواضع جدا 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 ممكن تزود على يوم اتنين جدا كمان يعني ما في فريق ما ينفعش تقول عليه أنه ينفع يكسب الزمالك لا زهاب ولا عودة ولا على أرض ولا برا أرض ولا أي حاجة ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش أرطة سولار الجيبوتي مع كامل الاحترام يعني فريق بلا أي تاريخ ده فريق ناهي الدور الجيبوتي اللي هو أكيد مش دوري قوي في المركز الثالث الموسم اللي فات يعني كمان في المركز الثالث مش اللي هو متصدر مثلا الدوري الجيبوتي على فرض يعني أن الدوري الجيبوتي هو دوري كبير دوري يقلق لا ده مركز الثالث طيب تعرف القيمة التصوكية لفريق أرطة سولار كام عارف الرقم 800 ألف دولار 800 ألف دولار 800 ألف دولار ده الرقم ده يعني قيمة التصوكية اللاعب في نادي الزمالك اللاعب واحد في نادي الزمالك هتقولي أصل الملعب كان وحش لا مش يعني كان عادي حرارة عادي أصل الحكم ما كانش جايد لا كان عادي برضه ما لا ظلم ولا حد ما لا حد تظلم النهاردة فيش أي حاجة فيش أي سبب خياري يخلي الزمالك يخسر النهاردة 2-0 بأداء هزيل سيء بص عشان أبقى أمين معاك أنا شخص بطبعي إيجابي يعني إيه يعني حتى زي ما قلت امبرح الأهلي بالمناسبة عشان أنا عادي في الناس بتوقع اتقالنا على طول اللاعلي امبرح خسر وزعلنا كان نفسه لأهلي يكسب السوبر بس أتفهم أنه كان فيه يعني بعض الأخطاء التحكمية أنه اللاعبة مش موفقة أنك بتلعب برضه مع فريق من الصغير اتحاد العاصمة الجزائري وفايز بالكونفدرية وفريق له باع في القارة الأفريقية فيه يعني إيه مبرر ولو جزء من المبررات دي الأهلي كان وحش مبارا ما كانتش ما قدمش مباراة جايدة فنية ده السلام الخصوية الأول بس همندور على أي حاجة تكمل دي النهاردة الزمالك يخسر ليه من فريق أرطة سولار الجيبوتي ليه طيب حد يقول لي هو أنت مش عارف ليه هو أنت هتمثل يعني أنت مش فاهم مش شايف الدنيا عاملة إزاي واحدة واحدة كده واحدة واحدة كل حاجة في الزمالك الفترة الماضية غلط كل حاجة غلط تمام متفقين هو أنا ليه قلت كل حاجة مش هاتش يقول لي إيه أنت يرى جاية تبسك في اللعيبة وكياية تبسك في المدرب وسائب كل الحاجات اللي كانت بتحصل والإدارية والأمور دي كلها كل حاجة غلط ما ما ينفعش تبقى النتيجة كده سواء على مستوى الأزمات المالية ولا على مستوى الأداء يبقى مش كل الناس مشاركة في هذا الخطأ تمام حط دي على جنب أنا واقف بشكل كبير جدا عند لعيب نادي الزمالك قبله أسوريو كمان ليه الغالبية العظمة من لعيب نادي الزمالك اللي كانوا بيلعبه النهاردة هما لعيبة دوليين في منتخب مصر والمنتخب التونسي تحديدا بتكلم على سيفي الجزيري وحمزة المسلوسي في المنتخب التونسي وبقى اللاعبين المصريين اللي إما شاركوا قبل كده دولي إما بيشاركوا دلوقتي دولي يعني إيه حتى لو عندك مشاكل الدنيا ما تعرفش تتناقل الكرة قدام فريق زي أرطة سولار أجيبوتي إزاي وانت لاعب دولي كبير بتلعب في نادي الزمالك يبقى عندك هذه الأخطاء السزجة السزجة قدام فريق أصلا عنده من السزاجة اللي هجومية ما يكفي إزاي أنا بتكلم حتى على الفطرة المهارة الفطرية بتاعتك إزاي مستحيئاً النهاردة أربع فراجعاً مبرمج مستوعب لا يمكن فريق زي ده يخسر منه نادي الزمالك اتنين سفر حشفناش طبعاً الجول الأول والكلام إنه هو شوطة من بعيدة برضه وكان ممكن يتعامله مع المدافق ما شفناهوش مش هقدر أتكلم عنه الجول التاني لعيب وحش فيه كمية أخطاء مرعبة مرعب حاجة يعني تخلي أي حد خاجون من نفسه أي لاعب نادي الزمالك خاجون من نفسه عيب طيب كريم ما هو لعيب نادي الزمالك عشان برضه وأنا كريم أنا نفس الشخص اللي قلت كده عندهم كثير من العزر لعيبة عندها مستحقات متأخرة لعيبة عندها مشاكل مالية لعيبة ما عندهاش أي استقرار من أي نوع لعيبة تعاني من ظروف صعبة جداً صح؟ مقدر جداً بس هقولها لك بمنطق ذاتي أنت بتحب ذاتك اللي هو إيه أنت بتشتغل في ظروف صعبة صح كده؟ أنت في نادي الزمالك دلوقتي ظروف مش أحسن حاجة هتتحسن إن شاء الله في الفترات اللي جاي بس دلوقتي ظروف صعبة إلعب لنفسك لإسمك لمكانتك يا سيدي مش عارف تعيش في الأجواء في نادي الزمالك فإلعب كويس عشان نادي تاني يشوفك في مصر ولا بر مصر اعمل أي حاجة اعمل لنفسك يعني أنت لو خلاص لوقتي أنت زعمل نادي الزمالك إنك ما بتاخدش منه مستحقاتك واواة إلعب لنفسك لأ النهاردة الموقف كان غريب بلاش بقى كل ده حط ده كله على جنب يا أخي أنت وهو كلاعب ولاعب ولاعب بتلعبوا في نادي الزمالك وما هو جماهين نادي الزمالك اللي أنتم مفروض كنت تلعبوا لها النهاردة ما هستحملت الكثير منكم كثيرا الموسم الماضي كثيرا في لعيبة ما بحبش أنا الجملة لها بتاعت إنه ماش مفروض يلعب في الزمالك بس في لعيبة ما يعني كان ممكن تلعب في نادي آخر غير نادي الزمالك ما تلعبش في الليبل ده وفي المستوى ده جبالية الزمالك استحملتك ودعمتك وسندتك صح كده فهي قدتك الأول فأنت النهاردة تعمل إيه تدي الجماهين نادي الزمالك تردلها الجميل حتى لو عندك كل المشاكل لا بص مش قادر أدي أي أعذار للعيبة نادي الزمالك النهاردة رغم أني مقدر جدا الظروف اللي هم عايشين فيها نفس القصة بالمناسبة وسوريو برضو ده راجل كان عنده مشاكل مالية عنده إيقاف قيد عنده لعبين خدهم وكان هو أخذ وعد بتدعمات قبل ما يحصل إيقاف القيد عشان يعمل شغله وكلام ده كله فدي كلها أعذار متفاهمة متفاهمة هون ناحة تاني راجل مارسي كولر كان يعني لأهل الكاسبان كل حاجة السنة اللي فاتت بمتجنن عايز مهاجم مهاجم فأنت ما بقى لك بقى الراجل دوت أصلا مستلم مجموعة لعبين فيهم كتير المفهود الزبالك يحصل لعبين طرحل ولعبين تيجي وما عملش أي صفقات وتعامل مع الموجودين ورغم كل ده ورغم كل ده يا أوسوريو وأنت بتلعب مين يا تبتلعب مين عشان تبقى محتاج صفقات وتدعمات في المركز ده ومهاجم أجنبي عامل إزاي وجناح تبتلعب مين حاجة في منطقة الغرابة النهاردة الأداء سيء لحتم سكر لعب منتخب شباب ومنتخب أولمبي حساب عبد المجيد لعب منتخب أولمبي ومنتخب أول حمزة المسلوسي لعب منتخب تونسي شكبالة طبعا والتاريخي العظيم والاسم الكبير سيف الجزيري لعب دولي بفتكي الأسماء يعني حتى بشوف الأمور كانت النهاردة صعبة جدا صعبة جدا وصعبة شارب المفروض كان واحد من اللعيبة لأنه هيت المسلم قبل الإصابة بشكل كويس ومنضاي كان برضو بيتحسن ونقطة تانية بقى بيدينا عن كل ده هو فعلا يا جماعة الزمالك الزمالك بقى زيزو وفتوح برضو دي حاجة وحشة آه اتنين لعيبة مهمين بس ما ينفعش الفرقة تبقى فضية خالص كده من غير زيزو وفتوح ودي نقطة مرتبطة بالنقطة كنت لسه بقولها من شوية انت كلاعب في الملعب كنت بوجود في مباراة النهاردة اثبت ان انا لعب مؤثر ولعب كبير مش فيه اتنين لعيبة شايليني زيزو وفتوح رغم كوميتهم الكبيرة طبعا وتأثير غيابه من النهاردة عن المباراة طبعا بس باقي اللعبة فين كله كان وحش النقط كله يعني هارض لك نقطة الزمالك وزي ما كنت بقول في المقدمة من شوية رغم كل ده الزمالك في مباراة العودة يقدر يكسب الفرقة دي اربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة زي ما اللي ما قولين عملها من تلات سنين ما قولين كسبان الفرقة دي في الكون في ضدية في زياب نفس في ايام نفس الدور تسعة واحد تسعة فعادي الزمالك يرجع بس ترجع زمالك يعني الزمالك الطبيعي يعني لكن اللي بيحصل ده مش منطق انا متصور ان الزمالك هيتقاهل رغم كل الظروف دي الزمالك هيتقاهل بس النهار ده الشكل وحش وحش يا جماعة وحش قوي خد بالك ده خد اللقطة دي كمان بقى انت يا ليتك حتى بتلعب على ملعب المنافس تخش بتلعب على الملعب بتاع المنافس تخش بتلعب مع أرض سولار على ملعبه في جيبوتي تخش بتلعب في ملعب في تنزانيا وكأنها مباراة في أرض محايدة حتى بتقولش ايه انا خسرت عشان كنت بالعب بره أرضي على أرض المنافس وسط جمعيره انت حتى دي مكنتش موجودة مش لقلك مبرر ماينفعش ماينفعش ده يا ليت النهار ده يعني نفس الحاكم مثلا يحسب ضرب الجزاء ظلم ولا يعني عارف نزق في أي حاجة انت ما فيش مخرج كله عليك ماكلم علاق بنادي الزمالك كله عليك النهار ده انت المسؤول مسؤولية أولى وأخيرة ترجمة نانسي قنقر